سلام عليكم لماذا نرى أن استيراد السيارات يسير ببطء أو يسير يعني كالقطرة قطرة كل شهر اعتماد كل شهر كل شهرين وهو أن هناك مصادر تقول بأن استيراد السيارات الجديدة معطل بسبب عدمه الرخص للحاصلين على الاعتماد النهائي من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حتى وإن حصلت على الاعتماد النهائي من وزارة الصناعة فإن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لم تعطيك الموافقة لإدخال هذه المركبات وهنا تنتقل من وزارة إلى وزارة ومن وزارة إلى وكالة ومن رخصة إلى رخصة لهذا الاستيراد يبدو بطيء يسير ببطء شديد فلهذا لم تدخل السيارات لأنه معطل لأن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ربما لم تمنح الخواص بعد الموافقة بإدخال هذه السيارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته